السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يحير الكثيرين وقد يتبادر إلى ذهم البعض منكم سؤال ولا يجد الإجابة الشافية عنه ويضل بحيرة من أمره وهذا السؤال هو كيف يعقل أن يدفن شخص ما عبر التاريخ مال أو كنز ويضع إشارة تدل عليه أي كمن يقول أنا دفنت هنا هذا السؤال يراود الكثيرين منكم والبعض يتهم الباحثين عن الدفائن بالجنون ويقول عنهم ناس فضيه ما عندهم شغل وهنا أجيب عليه لعل بإجابتي متشفى غليلا ويغير نظر انتهه للباحثين وصائدي الكنوز أولا يا عزيزي الدفائن نوعان وهنا مربط الفرس النوع الأول والأكثر شيوعا هو الدفائن المرفقة للمداثن والقبوض أي مقتنيات وزينة من مات منهم بحسب معتقد الكثير من الحضارات السادقة أن الشخص ينتفع ومحتاج لماله في الحياة الأخرى وهذا معتقد راسخ لديهم ومن هنا فبحث الباحثين عن هذه المدافن تحديدا وكل المكفن أو قبر وضع له إشارة تخليدا له ومنصول بعقيدتهم أيضا كعلامة إما تحذيرية أو تبيانية أو للحماية أو تحدد معتقد وعقيدة الميت كما هو الحال بالنصوص التائبيه أو ميعرف بالإيمابية اليونانية التي تكتب بأسلوب أدبي تحفيري لمن يقترب من هذا القبر أو كشواهد القبور الفيونقية والتي تحمل صور ورموز أو كمدافن الرومان التي تحمل شعارات تحدد طبقة ومكانه الميت أو كالجرون وهي الحفر بالصخر لا تهدي الروح لمكان الجسد وهكذا وهذه معتقدات لإيمكرها أحد النوع الثاني وهي المال خاص بالخزائن والمماليك وتوضع لها إشارات ورموز كشفرة لا يعلم مدلولها إلا منهم بالحاشية أو المكلفين بالجانب المالي لهذه المماليك وهنا تم الخزن برانات وصناديق بالصخر النوع الثالث المال المدفون على عجل أثناء النزعات والحروب والكوارث وهذا المال يضع من دفنه إشارات توصل له كي يرجع لاحقا هو أو ورفته لأخذه وهذه العلامات والرموز تكون متتابعة ولها دلالات بعد تجارب عديدة تمكن من فكها بإذن الله النوع الرابع الدفائن بالفترة الإسلامية وهذه الدفائن إما وضع لها تقييدات وخرايط أو تجد لها إشارات ورموز بسيطة داخل القصور والقلاع والحصون الإسلامية النوع الخامس وهي الدفائن العثمانية بعد الثورة العربية وما نهبة العثمانيون من مال من خلال سيطرتهم على بلادنا خلال أربعة قرون وما حاولوا نقله إلى اسطنبول أثناء تراجعهم من ضربات الثوار العرب وما كان معهم من أموال جباية ورواتب وأموال تسييرية للمدن والأقاليم التي كانوا يحكمونها لابد أني قد أوصلت الفكرة قدر المستطاع لمن يشكك في علم الإشارات والدفائن وهم كثيرون لذلك أي شخص يشكك في هذا العلم يجب عليك أن تشرح له ما قلته أو إن تمشر هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وعمل لإكال الفيديو مع تحيات صياد كنوز الجزيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته